هو السيرامية كليو باطرة فعلاً خد قرار بشراء كندوسي؟ والموضوع خلص خلص؟ تماماً من موضوع العود؟ مع الأهل الموضوع خلص بكل تفاصيله المالية أيوة والراجل جين بارح الكندوسي وبدأ يعني يتفق على بعض البنود الخاصة به وتواصلوا الاتفاقه وهو اللي كان طالب أنه هو يستمر في سيرامية كليو باطرة وهو مستريح وراجل دخل منتخب الجزائر مع أنطلق سيرامية كليو باطرة وخلص تقريباً هيتكمل تلت موضوع هاي السؤال أسألك سؤال وتجاويني في كواليس معلوماتي السابقة قبل إعلان الكابتن محمد رمضان أنه حصل اتفاق ما بين الأهل وسيرامية واللعب أنه الموضوع يخلص والشراء ده يحصل والتفاصيل دي تحصل كنت سامع وعندي معلومة أنه كندوسي هيلعب شوية اللي هو إيه أنا مش هتباعة أنا مش عايز أروح لأي نادي لحد ما يحاول يضغط أنه يفسخ التعاقد ويمشي بري إيه إيه اللي حصل وخل الموضوع يمشي بشكل محترم كده إنه بيتعامل مع سرميكو الباترة بمنطق الثقة المطلقة والرحل كاملة وسؤل عندك منع أنه إحنا تتفاق مع النادي الأهلي وتنتقل في الوقت الحالي قال ما عندش منع أنا مستعد انتهى البساطة وبالمناسبة بقى كل العمله الكندوسي هو كان بتارجة نفسه أنه يعمله ده مش مفاجأة ولا انفعال لحظة على الهوى لا هو عارف هيعمل إيه وحيقول إيه بالزبط وده هيستقر في زهن الأهلي إيه ولما قعد مع الكابتن محمد رمضان وشرح له الموقف وبداله أسانيده بالكامل هو كلمة واحدة بس اللي خالت كابتن رمضان قال إحنا نعرضك للبيع إن أنت طرحت راف وسائل الإعلام بخلاف ما جرى عليه النموس أو الوضع عن في الأهلي سؤال هل ما فعله الكندوسي مخطط له لما زهوره إعلاميا ويقول كده على البيع هو منه آه طبعا هو عارف بيعمل إيه مخطط هو عايز يمشي بالآل عشان الآل يقول حارضك للبيع ده مش عايز أكمل فيك السؤال المخطط ده من دماغ كدنوسي بس بس طبعا مش من دماغ حالتاني لا طبعا حلو ترجمة نانسي قنقر